حصل العراق على أول وسام نحاسي في بطولة أسيا للناشئين وشباب في منافسات التايكواندو جاريا حاليا في فيتنام الوسام حققه اللاعب رضا حسين في وزن تحت 65 كيلوغرام بعد فوزه في ربع نهائي على لاعب هونغ كونغ يحقق أول ميدالية للناشئين في تاريخ العراق ويشارك العراق في البطولة بسبع أوزان ويؤمل أن يحرز وساما آخر خلال منافسات البطولة اشتركوا في القناة